ظاهرة غريبة حذرت منها السلطات بجنوب السودان سكانها وطالبتهم بالاحتماء بالمنازل وقررت إغلاق المدارس خوفا على السكان من واقعة غريبة في السماء فما هي القصة؟ كأنها أهوال يوم القيامة وكأن الشمس فوق الرؤوس ظاهرة غريبة تضرب دولة جنوب السودان جبرت السلطات على اتخاذ إجراءات استثنائية كانت البداية مع قرار حكومة جنوب السودان بإغلاق جميع المدارس ابتداء من يوم الاثنين بالتزامن مع استعداد البلاد لاستقبال موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر أسبوعين قرار الإغلاق جاء بالتزامن مع تعليمات مشددة من وزارة الصحة والتعليم للآباء بإبقاء جميع التلاميذ في المنازل حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة مأوية وهي درجة الحرارة الغريبة في هذا الوقت من السنة المعروفة بانخفاض الحرارة في فصل الشتاء حيث تتهم السلطات في جنوب السودان الظواهر المناخية الغريبة بسبب تغير المناخ بالمسؤولية عن الأمر ولم تكتفي الوزارتان بالتعليمات المشددة فقط بل صدر تحذير شديد اللهجة للمخالفين بأن أي مدرسة تخالف هذه التعليمات خلال تلك الفترة سيسحب ترخيصها ولم تحدد السلطات في جنوب السودان مدة غلق المدارس والاحتماء بالبيوت من درجة الحرارة العالية جدا والتي قد تمثل خطورة كبيرة على التلاميذ وعلى الكبار أيضا وقالت الوزارتان سنواصل مراقبة الوضع وبالإغلاق وإبلاغ الشعب وفقا لذلك هذا وتتعرض دولة جنوب السودان لموجة تغيير المناخ مع موجات حر شائعة لكن نادرا ما تتجاوز الحرارة أربعون درجة مأوية كما حذرت السلطات بشأن الموجة الحرة المنتظرة غدا وجهت هذه التحذيرات في ظل أحداث صعبة يمر بها السكان حيث شهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مواجهة أهلية وعانت بسبب الجفاف والفيضانات ما جعلت ظروف المعيشية صعبة على السكان ووصف برنامج الأغذية العالمي الوضع الصعب في البلاد في أحدث تقرير بأقوى العبارات مؤكدا أن دولة جنوب السودان ما تزال تواجه أزمة إنسانية وخيمة بسبب المواجهات وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الفارين من العمليات العسكرية في السودان المجاور حيث منح ثمانمائة ألف وثمانية عشر شخصا من الفئات الضعيفة في البلاد غذاء وتحويلات نقدية في يناير الفين واربعة وعشرين وجاءت التحذيرات في جنوب السودان في وقت يعاني فيه العالم كله من ظاهرة النينو وهي ظاهرة تشير إلى تغيير أنماط التقس العالمية وارتفاع درجات الحرارة وظهور الفيضانات وغيرها من الأنماط المناخية الغريبة هذه الظواهر تتقرر كل فترة ما بين عامين إلى سبعة أعوام وبسببها يعاني العالم كله من ظواهر غريبة قد تهدد حياة الآلاف أو الملايين من البشر فهل يؤدي تغيير المناخ إلى وقاع أكثر صعوبة على السكان في العالم أم ماذا؟ ترجمة نانسي قنقر